اشتركوا في القناة وعلى قيامه بالقسط فهم بذلك منارات هدى وإليهم يرجع الناس في الملمات وعلى كاهلهم يظهر الحق ويعلو في وقت الفتن لكن هل ذلك يعني التشريف لأهل العلم أم أن وراء هذه المنزلة تكليف ومسؤولية ودور مشاهدين الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي نبحث فيها خصائص العلماء ووظيفتهم وخصوصا في زمان المحن والملمات ونسأل عما إذا كان العلماء الذين امتدحهم القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضلهم ما زالوا موجودين بيننا وإلى أي مدى يقومون بما هو عليهم من بيان الحق وإجداء الحقيقة أهلا وسهلا بكم ومن خلالكم أرحب بضيف الحلقة الدكتور وصف عاشور أبو زياد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا وسهلا بكم حياك الله أستاذ مفحبا بكم وأستاذ المشاهدين الكرام دكتور من هم العلماء الذين ورد الحديث بفضلهم في القرآن والسنة وفي المأثورات ومنزلتهم وبيان منزلتهم من هم هؤلاء العلماء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهل والصحبين وعلى أحييك يا أستاذ جهاد وأحيي البرنامج والقائمين على القناة أسأل الله أن تكون راية حق ومقوة صدق في بيان حقائق الإسلام ودحد أباطل خصومه العلماء والعلم في الإسلام رسالة جليلة رسالة عظيمة مقصد هذه الرسالة مدومنا في برنامج مقاصد مقصد رسالة العلماء هي استبقاء ميراث النبوة واستمراره إلى قيام الساعة وهذه خصيصة لعلماء هذه الأمة الأمة المسلمة وليست لعلماء أمم أخرى ما هو ميراث النبوة؟ ميراث النبوة هو العلم العلماء ورسل الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يعني حظ هائل عظيم العلم في الإسلام لا يقتصر أو غير مقصور على الشريعة الإسلامية فقط أو علوم العلم الشرعية العلم القرآن علوم السنة الفقه والأصول هذه العلم كلها يعني علوم شرعية وليس العلم في الإسلام مقصورا على هذه العلم فقط وإنما العلم يمتد ليشمل العلوم الإنسانية كل ما يضر حول الإنسان من علم نفس علم تربية علم اجتماع علم قانون علم سياسة إلى آخرهم علم تزكية وتصوف وأيضا يمتد أكثر ليغطي مساحة العلوم الكونية العلوم التجريبية علوم الأرض علم الفلك علم الجيلوجيا علم الأحياء علم الفيزياء الكيمياء وحتى العلوم الكونية هذه كما تفضلت في مقدمة هذه الحلقة في الدباجة وقلت إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن أكثر الناس خشية لله هم العلماء هذا الكلام مذكر في سياق العلوم الكونية وليس في سياق العلوم الشرعي الله تبارك وتعالى يقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هنا جاءت في سياق العلوم الكونية في سياق التأمل في هذا الكون القرآن يعني يلفت النظر إلى السعي في مناكب الأرض قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون علم الإنسان علوم الإجنة علوم الخلق علوم الكون هذه العلوم الإسلام حينما يطلق تطلق أو يطلق مصطلح العلم في الإسلام يشمل ويبسط يعني بساطه على كل هذه الألوان من العلوم وكذلك كان علماؤنا قديما علماؤنا قديما لم يكن الواحد منهم أصوليا فقط أو فقيهين كانوا أو فقيها فقط أو مفسرا فقط كانوا موسوعيين يعني مثال الإمام بن رجد مثلا كان فقيها وكان طبيبا وكان الناس يرجعون إلى فتواه في الطب كما يرجعون إلى فتواه في الفقه وكان فلسوفا الإمام الرازي كان نفس الشيء كان مفسرا وصوليا فقيها طبيبا علما بالحكمة وبالمنطق وبالفلسفة متكلما في العقيدة في علم الكلام وبارع في علم الكلام وهناك رسائل علمية أخذت عنه في علم الكلام فالعلم في الإسلام شامل وواسع وفطفاض ويتسع ليستوعب العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والعلوم الكونية والتجريبية وعلوم الأرض لكن فيما يتعلق بميراث النبوة الذي هو علم التوحيد الذي يقول علماء والإسلام هو أشرف العلوم هؤلاء العلماء الذين امتدحهم القرآن وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم العلوم الشرعية علماء في الإسلام تحديدا من هم؟ ما هي صفاتهم وخصائصهم؟ أما الصفات طبعا هناك منزلة منزلة كبيرة للعلماء إن كان في نتحدث عنها لاحقا لكن خصائص هؤلاء العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى يتصفون بعدد من الصفات الصفة الأولى هي الرسوخ في العلم العلم الذي يتخصص فيه هو راسخ فيه متمكن فيه عنده إضافات عنده قدرة على التجديد وملكة على الاكتهاد في هذا العلم والحديث في نوازله ومستجداته وتغطية كل ما يتطلبه الواقع في ضوء العلم الذي هو تخصص فيه هذه واحدة الثانية أن يتفاعل مع قضايا الأمة بهذا العلم ويصلح به الواقع ويجدد به الحياة ويطور به الأوضاع فهو علم ليس علما ساكنا ساكتا مقصورا على الأرفف والألواح وداخل المكتبات والمكاتف فقط وإنما هو بما آتاه الله تعالى من علم الراصح ومن وعي بالواقع ومتبع لأحوال الأمة وقضايا الأمة ونوازلها ومستجداتها بلغ من التمكن في هذا العلم إلى درجة تملك المهارة والقدرة والملكة على أن يطوع هذا العلم لقضايا الواقع على أن يعالج واقع الأمة ونوازلها ومستجداتها في ضوء هذا العلم الذي تخصصه في أي أن كان هذا العلم قضايان الواقعية الآن قضايا متشابكة قضايا لا ينظر إليها من جهة واحدة فقط ولا من حيثية واحدة فقط وإنما ينظر إليها من زوايا متعددة من حيثيات متنوعة القضية الوحيدة ينظر إليها نظرة شرعية ونظرة سياسية ونظرة اجتماعية ونظرة سياسية ونظرة علاقات دولية ونظرة تربوية ونظرة صوفية وتزكوية ونظرة شعبية ونظرة قانونية نظرات متعددة ولا يقوم بحق الوفاء بهذه النظرات كلها عالم واحد فقط وإنما عدة علماء إلا إذا كان علما مسوعيا كعلمائنا السابقين الذين كانوا يحيطون علما بكل هذه العلوم الأمر الآخر هو التجرد لله سبحانه وتعالى وخشيته في السر والعلن وعدم الخوف أو التردد في الصدع بالحق في قضية من القضايا المعاصرة هذه يدخل في الخصائص يدخل في الخصائص والصفات التي ينبغي أو التي نعرف بها العالم إذا كان علما حقيقيا أم لا أم هو عالم فقط بين الكتب والأوراق وهو معزول عن وقع الأمة وحياتها هذه الجزئية معذرة دكتور هذه الجزئية تقودني إلى السؤال عن هذا حين يأتي اللفظ العلماء مطلقا لكن أحيانا قد يأتي مقيدا أو مضافا مثل العلماء الربانيون أو العلماء العاملون هل هناك تصنيف للعلماء أم أنه عندما يأتي مضافا فقط صفة يأتي بمعنى الصفة ولا إضافة في المعنى على ذلك صحيح العلماء كما قال العلماء قديما وحديثا نوعا علماء سلطة علماء سلطان وعلماء قرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيفترق السلطان والقرآن فدوروا مع القرآن ولا تدوروا مع السلطان هذا حديث صحيح؟ نعم عايزين نوضح أنه يعني كلمة عالم سلطان هي لها دلالات سلبية وتم تعبئتها بدلالات يعني دلالات كلها تدل على نفاق الحكام والتزلف لهم وخشيتهم خشية البتش ورجاء ما عندهم من خير لكن إذا كان العالم عالي عالمة إذا كان السلطان سلطانا صالحا سلطانا يقوم بالحق ويطبق أحكام الشريعة الإسلامية فالعالم الذي يدخل على هذا السلطان وينصحه ويكلمه ويعينه لا يعني تسميت عالم سلطان في هذه الحالة ليست عارا ولا تدل أي من دلالاتها على أي شيء سلبي لكن الشائع طوال تاريخ الأمة وفي واقعنا الآن أن عالم السلطان يطلق على العالم المنافق الذي علم ولكن أضى الله الله تعالى على علم فيدخل على السلطان الجائر المجرم القاتل للشعب ومهدر لحقوق الله وحقوق العباد ويزين له هذه الأفعال بفتاوى شرعية لا ما أنزل الله بها من سلطان ويؤصل هذا الإقرام ويؤصل هذا القتل وسفك الدماء والظلم والقهر وتجريف البلاد والعباد هذا ليس من علماء السلطان لا يسمى علينا هذا عالم سلطان عالم سلطان لأنه يسعى فيها والحاكم مرجعه هو السلطان مصدره هو السلطان ما يقوله السلطان هو الحق وما يقرره السلطان هو القانون بصرف النظر هل يتفق مع الشريعة الإسلامية أو يختلف مع الشريعة الإسلامية أما علماء القرآن فهم الذين يدورون مع شرع الله حيث دار ويصدعون بالحق ويبينون للناس أحكام الشرع دون حساب حسابات شخصية دون يعني إقامة لموازين شخصية وحسابات شخصية هل سيصيبني ضرر أم لا؟ هل سيلحقني ضرر من هذه الفتوى أم لا؟ لكن هذه الفتوى إذا كنت أنا علما حقيقيا من علماء القرآن ومن علماء هذه الأمة يجب علي أن أصدع بالحق وأن أقول الصدق وأن لا أخشى في الله لوم تلائب مهما كان الحاكم متجبرا مهما كان ظالما وإحنا عندنا أمثلة كثيرة جدا في تاريخ الأمة سنأتي على ذكرهم ولكن دكتور وصفي هل الإطلاق أو إطلاق التوصيف أو التصنيف على العلماء هذا كذا على عوانيه أم أن هناك ضوابط معينة على أساسها يتم تصنيف هؤلاء العلماء على أنهم علماء سلطان أو علماء سوء أو علماء ربانيون من الذي يحكم على العالم بأنه عالم رباني أو عالم سوء؟ شوف يعني طبعا العلماء مجمل العلماء هم الذين يحكمون عليه أو الذين يعرفونه والأمة بشكل عام الأمة الإسلامية ليست أمة مغفلة ليست أمة مغيبة أمة تستطيع الفرز وتستطيع التمييز بين علماء السلطان وعلماء القرآن الأمة هي التي تنصب العلماء أئمة من هي الأمة؟ يعني أهل الحل والعاقد مثلا؟ لا جمهور الأمة المسلمة أنا قلت إن العلماء هم الذين يعرفون وأيضا جمهور الأمة بشكل عام هو الذي يعرف يعني الأمة في مجملها لا تكتمع على ضلالها نعم قد تجد شريحة من الأمة من الشرائح مغيبة إعلام معين غيبها سلطة معينة كتمت عليها فلم تعرف الصواب من الخطأ ولا الحق من الباطل ولا علماء السلطان من القرآن لكن جماهير الأمة المسلمة في كل مكان مجموعة هذه الجماهير لا تكتمع على ضلالها وهذه الجماهير تنصب العالم عالما في قلوبها في عقولها في وجدانها بما له من علم الراسخ بما له من مواقف صلبة بما له من يعني تداعي لقضايا الأمة وإفتاء في نوازلها ومستقداتها بما له من جرأة وشجاعة وقوة في قول الحق والصدع بالصدق وعدم إقامة حسابات شخصية ولا مآلات هل هذه الفتوى ستلحق بالضرر أم لا وإنما هو يفعل ذلك حسبة لله ورغبة فيما عند الله وتحقيقا لمصالح هذه الأمة يعني هذا ما كنت سأنتقل معك إلى الحديث فيه بما أن الإسلام احتفى بالعلماء وذكر فضلهم ومنزلاتهم بالمقابل ما هي المسؤولية المكلف هؤلاء العلماء بالقيام بها مسؤوليتهم في مسار الأمة نعم المسؤولية العلماء مسؤولية عظيمة جدا وخصوصا في وقت الفتن في وقت المدلهمات في وقت عدم تمييز الحق من الباطل في وقت أن يسير غالبية العلماء في ركاب الصلاطين الظلمة القتلة المجرمين ولا يبقى في الأمة إلا قلة وهذه سنة الله في العلماء على مر التاريخ بالمناسبة حتى لا يتعجب الناس ولا يعني يثير هذا استغرابهم العلماء الربانيون على مر العصور هم قلة في هذه الأمة ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم بهم الحجة ويتمم بهم المحجة ويبلغ بهم الرسالة الأمة مر عليها زمان لم يكن فيها إلى العز بن عبد السلام وبعض تلاميذة حوله مثلا يعني في عصر من الوسورة عصر المغول عصر الصليبيين لم يكن في هذا الوقت أحد يعني يذكر إلا قليلا سوى العز بن عبد السلام مواقفه يعني قد نتعرض لها استدلالا على مواقف العلماء الربانيين فمسؤولية العلماء في أوقات الفتن وفي أوقات التحولات التاريخية التي تمر بها الأمة وفي أوقات يعني الاضطرابات والظواهر الكبرى التي تظهر اجتماعيا وسياسيا وفكريا وعقديا إلى آخره هنا تتجلى مسؤولية العلماء في أولا في الحفاظ على ميراث النبوة الحفاظ على ميراث النبوة الحفاظ على القرآن الكريم الحفاظ على السنة النبوية الحفاظ عليه يعني القرآن محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى والسنة حافظها الله سبحانه وتعالى من خلال ما هيأه لها من علماء أجلاء أفنوا أعمارهم في تدوينها وفي تمييز الصحيح من أحاديثها الحفاظ على هذا التراث النبوي ميراث العلماء هذا يتمثل فيه بيان ما فيه من أحكام إظهار ما فيه من عظم وما فيه من مقاصد وما فيه من محاسن وما فيه من أسرار ومعاني رد الشبهات المسارة ضد هذا الميراث لأنه إحنا الآن في عصر عصر مفتوح فيه وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات والفضائيات وكذا إلى آخره بحيث إن لو إنسان نسجل فيديو في أقصى الأرض ممكن من في أدناها يسمع هذا الفيديو في نفس الوقت فهذا الانفتاح الإعلامي أصبح بقدر ما هو ميزة وفرصة للدعوة وفرصة للدعاء والعلماء أن يبلغوا هذا الخطاب وأن يعني يبينوا للناس معالم هذا الدين وحقائقه إلا أنه في نفس الوقت فهو أيضا سلبية سلبية بمعنى أن أي مشكلة بتظهر أو أي شبهة في أي مكان تطفو على السطح مباشرة ومن المعروف أن الشبهات هي التي تظهر أكثر من الأمور المألوفة العادية يعني أنا لو أشرح مثلا دلوقتي باب العبادات لجمهور من الناس عادي أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الحج أحكام الجهاد إلى آخره طيب لو أنا قلت إن السنة النبوية ليست مصدرنا المصادر التشريحة ونكتفي فقط بالقرآن الكريم وهذا مذهب من يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم في الحقيقة ليسوا قرآنيين وإنما أنا أسميهم منكروا السنة هذه تسميتهم الحقيقية المفروض تزع وتنتشر إنما القرآنيون هذا مصطلح شريف لا يستحقه هؤلاء الذين ينكرون السنة التي نزلت بيانا لما في كتاب الله فحفظ التراث أو ميراث النبوة ببيان ما في القرآن والسنة ببيان الأحكام الشرعية في النوازل والمستقدات برد الشبهات عنهم الأمر الآخر في قيادة الناس والجماهير في أوقات المحن وبيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ وعدم ترك الأمة في ضلال وفي حالة تيه وفي حالة عدم تمييز بين الصواب الخطأ والباطل وهذا الأمر فيه تفصيل كثير سنتحدث عنه بعد الفاصل يجب أن نذهب الآن إلى الفاصل وبعد الفاصل سنتحدث عن مثل هذه الأمور دكتور وصفي فاصل قصير ونواصل حديثة بعدها اشتركوا في القناة حياكم الله ومشاهدين الأفضل بالحديث عن مكانة العلماء وصفاتهم ووظيفتهم في الأمة ودائما الحديث مع الدكتور وصفي عشور أبو زياد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أجدد الترحيب بكم دكتور حياك الله نريد أن نتحدث الآن عن طبيعة العلاقة التي تحكم العلاقة بين العالم والسلطة ما طبيعة هذه العلاقة في الأصل طبيعة هذه العلاقة هي التكامل التكامل والتضام والتعاون في حالة استقامة السلطة إذا استقامت السلطة فلا يسع العالم إلا أن يؤيدها وأن يشد من أزرها وأن يدعو الناس إلى معاونتها ومؤذرتها زي يعني ذو القرنين حينما كما وردت آياته في سورة الكهف قال قال فأعينوني بقوة وده مقمل للرعية ومن مقمل للرعية العلماء أجعل بينكم وبينهم سده آتوني آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى هو الذي ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله هو الذي جعل حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة فهذه التبادلية في الأدوار والتعاون والتضام بين الحاكم وبين الرعية فعل يصدر منه وفعل يصدر من الرعية ثم فعل منه ثم فعل من الرعية فهكذا العلاقة في الأصل بين الحاكم والمحكوم وبين السلطة وبين العالم هل العالم أن يختلف مع الحاكم؟ هي التكامل طبعاً إذا اختلفت السلطة أو اختلف الحاكم مع الشرع ينبغي أن يقف أمامه العالم كالسد المنيع وكالأسد الهصور لا يسمح أبدا بتجاوز حكم شرعي من الأحكام الشرعية أبدا مهما كانت ثم وده اللي احنا شفناه يعني عفوا هذا الوقوف السد المنيع كما وصفته دكتورة هل هذا يعني أساسه موقف أخلاقي أم شرعي الاثنين معا كيف ذلك؟ الموقف الشرعية لا تنفصل عن الموقف الأخلاقية بمعنى أخلاقيا أدبا متعارفا عليه في نطاق الأمم المسلمة أم مكلف شرعا مجوبا حكما طبعا مكلف شرعا بهذا لأن وارث النبوة وهو أمين على هذه الرسالة والله سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب هذا في المطلق لكن في العلاقة مع الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر صحيح هذا على سبيل الإطلاق لم يختص في العلماء والدين النصيحة والدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم الأئمة والعامة لماذا تخصيص العلماء إذن في الواجهة؟ تخصيص العلماء لما لهم من فضل ولما لهم من مكانة ولما لهم من تأثير لإمام أبو حامد الغزالي حينما كان في عصر كان في عصر فيه فساد فساد للحكام وللأمراء والوزراء حتى في العقيدة طبعا في كل شيء هو تتصدر البطنية وتحدث عن هؤلاء جميع الإمام الغزالي يقول إنما كان فساد الرعية بفساد الملوك فساد الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء فلولا قضاة السوء وعلماء السوء لقل فساد العلماء خوفا من إنكارهم خوفا من إنكارهم الإمام أبو حامد الغزالي نفسه صاحب كتاب إحياء علوم الدين وكتاب المستصفى وكتاب الوسيط في المذهب إلى آخره هو يعني أصولي فقيه متكلم متصوف نظار مفسر له ما شاء الله يعني كان في عهده وزير اسمه أنو شروان فجاء ليزور الإمام أبو حامد الغزالي يعني تكريماً له واعترافاً له بالفضل والمكان والإمامة فقال له أبو حامد الغزالي إن زمانك محسوب وإنك كالمستأجر عند الأمة فإن فاق وقتك في مصالح الأمة أولى من زيارته الإمام أبو حامد الغزالي نفسه لما رأى فساد الملوك في عصره حرم التعامل مع الملوك والصلاطين وحرم تولي سلطات تحت إمرتهم وحرم التعاون مع الشرط ومع القضاء ومع كل شيء وحرم السعي في الأسواق التي يقيمها هؤلاء الأئمة الظلم والجور وحرم الانسلاخ والانسلاك في أي مؤسسة تقيمها هذه الملوك الظالمون فأدي نموزك وطبعاً إحنا عندنا في إحياء علم الدين كتاب أو يعني باب اسم الأمر بالمعروف أنه عن المنكر هذا الكتاب هو من أمتاً وأقوى وأروع ما كتب في باب الأمر بالمعروف أنه عن المنكر وأنا أدعو للإخوة الدارسين الذين يدرسون في رسائل المجلسي والدكتوراه أن يستقرئوا الفقه السياسي ويستخلصوه ويبين نظريته عند الإمام الغزالي بشكل عام في حياته العملية وفي مؤلفاته العلمية فبحمد الغزالي كان نموزكاً رائعاً لهذا العالم الرباني المخلص الذي ودع الدنيا وما فيها وتجرد للشرع والشرع فقط جعل مربعيته وهي الشرع ينطلق منها يصدر عنها يعول عليها يرجع إليها ينطلق منها في كل المواقف وفي كل الأقوال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه طبعاً مواقفه مشهورة كان رجلاً صدعاً بالحق وكانت له مواقف حتى إن طبعاً في العلم العز بن عبد السلام بحر بحر لا ساحل له في علوم الشريعة في المقاصد في الأصول في التفسير في الموازنة هو الوضع أول من وضع قواعد لتنظيم العمل بالمصالح والمفاسد كيف نتعامل مع المصالح بعضها وبعض كيف نتعامل مع المفاسد بعضها وبعض كيف ننوازن بين المصالح والمفاسد ونظر إلى الشريعة الإسلامية وكل أحكامها من نظارة واحدة ومن زاوية واحدة وهي زاوية المصالح والمفاسد العز بن عبد السلام كان يحكم الشام في عصره الصالح إسماعيل وكان يحكم مصر في ذلك الوقت الصالح نجم الدين أيوب وكان بينهما نزاع وهم مولد عمق ده يعني ابنه ده وده ابنه ده فكانوا يتنازعان وكان كل واحد منهم يريد أن ينقضى على الآخر وهذا يريد أن ينقضى على ذلك فالصالح إسماعيل في الشام استعانى بالصليبيين استعانى بالصليبيين ومنحهم أراضي من أراضي المسلمين وباعهم سلاحا من أسلحة المسلمين حتى يعني يغالب به الصالح نجم الدين أيوب في مصر فالعز بن عبد السلام لما سمع بهذا انتفط وغضب لشرع الله سبحانه وتعالى وحرم أن يباع سلاح المسلمين لأعداء الأمة وقال أما إنكم قد تأكدتم من أن سلاحكم يباع لكي يقتل به إخوانكم المسلمين هناك في مصر فلا يحل لأحد فعل ذلك أبدا وطبعا تم عزله تم اعتقاله لم يبالي خرج من الشيام وصل إلى فلسطين نزل إلى مصر لما نزل إلى مصر كان هناك النجم الصالح أيوب صالح سنجم الدين أيوب طبعا كان العز بن عبد السلام دور هائل في انتصار المسلمين على المغول في هذا العصر لأنه هو اللي حشد الناس وهو اللي يعني هيئهم وهو اللي حمسهم ودفعهم وكان في الصفوف الأمامية لما وقف أمام المماليك وقال لهم إن المملوك لا ينفذ له بيع ما ينفحش المماليك يبيعه ولا يشتره وتصرفاتهم غير نافذة لا تنعقد ولا يترتب عليها آثارها كما هو تعريف العقد أو الانعقاد في الفقه الإسلام فلما سمع الناس المماليك بهذا الكلام قالوا من اللاجئ ده اللي جاي يعدل علينا اللي جاي يريد أن يبيعانا في الأسواق وهو جاي من الشام وجاي ضيف في مصر طبعا هو تولق قضاء مصر إنقاضي القضاء لاحقا نعم صحيح طبعا لما سمع بذلك وبلغه الكلام الغليز الذي قاله السلطان في ذلك الوقت أعلن هذه الفتوى على الملأ ولما بلغه كلام السلطان أخذ حمارين حمار حط عليه أهل متاعه وحمار له هو وتسامع الناس بنبأ أن العز بن عبد السلام سيرحل فانطفض الناس وأصبح الناس صفا واحدا خلف العز وقالوا لا خير في بلد ليس فيه مثل العز بن عبد السلام خرج الرجال وخرج النساء وخرج الصديان وكله خلف العز فلما المخابرات بقى لما سامعت بهذا المسعى وهذا التحرك نصح الملك بأنه إذا خرج هذا الرجل من البلد فسيزول ملكك فأمر الملك بملايانة العز بن عبد السلام موحد يذهب إليه يقول له لك ما تشاء ونحن نحكم لك بما تريد وجاء نائب السلطان لبيت العز بن عبد السلام علشان يصفيه تصفية جسدية فخرج إليه ولد العز بن عبد السلام فلما وجد الرجل المتوشحا السايف يريد تصفية العز بن عبد السلام قال له يا أبتي إنه جاء يريد قتلك فضحك العز بن عبد السلام وقال يا بني إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله وخرج العز بن عبد السلام إلى الرجل فارتعدت يده وسقط الصيف من يده ولياين العز بن عبد السلام وقال لهم ماذا تريد قال أريد أن أبيع هؤلاء الصلاطين لأنهم لا يصح لهم بيع ولا شراء ولا تنعقد أفعلهم ولا تصرفاتهم قالت أبو من الله يبيع قال له أنا الله أبيع وأشرف على البيع أي أن سيذهب المال إلى بيت مال المسلمين ومصالح المسلمين فباع العز بن عبد السلام الأمراء ولذلك سمي بائع الملوك وسلطان العلماء هذا في يوم لم تكن هناك العصبية الوطنية والجنسية قبل أن نذهب إلى الفصل مرة أخرى دكتور الأصل في الإسلام هو حرية المسلمين حرية الانتماء حرية الانتماء ومن ذلك الانتماء إلى تيار ديني إلى فرقة إلى كذلك هل الأمر هذا نفسه ينطبق على العلماء هل العلماء أحرار في أن ينتمون إلى فرقة أو إلى تيار ديني أو لتيار فكري يعني هناك من العلماء أقسم في هذه المسألة وذي مسألة مهمة الحقيقة تستحق حلقة منفردة العلماء في هذه المسألة إزاء الانتماءات متنوعون هناك من ينتمي إلى دولة الدولة دي هي الشارع بالنسبة له هناك من ينتمي إلى دائرة من الدوائر في الدولة إلى وزارة من الوزارات إلى هيئة من الهيئات إلى مؤسسة من المؤسسات وهذه الهيئة لا يمكن مخالفتها أبد حتى لو خالفت الشارع هناك من ينتمي إلى جماعة هناك من ينتمي إلى تيار هناك من ينتمي إلى أقل من ذلك هناك من العلماء من يحرم هذه الانتماءات ويقول يجب أن يكون العالم مستقلا لا يمكن أبدا أن يكون له تبعية بأحد لا بدولة لا بحزب لا بجماعة لا بطيار لا بمؤسسة لا برابطة لا بالتحاد لا بأي شيء نهار وهناك من العلماء من ينتمي إلى هذا ويؤثر عليه هذا الانتماء في استقلاليته الفكرية وفي صدعه بالحق يعني أنا الآن لو منتمي مثلا إلى حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات وذهب هذا الحزب في مسألة من رعينا من المسائل إلى رأي فقهي في مسألة هي فقهية وهذا الرأي الفقهي الذي قاله هذا الحزب أو تلك الجماعة رأي مخالف للشريع الإسلامي وأنا منتمي إلى هذه الجهة التي أفتت بذلك فأنا بحكم انتمائي هل سأفت ضدهم أم أوافقهم هنا يظهر معدن العالم ومدى استقلاليته ليس معنى الانتماء للعالم أن يداهن في أحكام الشرع أو أن يوافق على ما يخالف الشرع لأنه منتمي لا يعني يذهب الانتماء إلى أدراج الرياح وإلى الجحيم إذا كان هذا الانتماء سيسلخني من عقيدتي ويجعلني مخالفا أو أقر بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى إذن ما الغاية من الانتماء إذا كان مطلوب منه أن يتجرد وهو ممكن صحيح يعني ما هو لا ليس بالضرورة أن يكون الانتماء معارضا للاستقلالية وليس يلزم من الاستقلال عدم التبعية ممكن أن يكون العالم مستقلا لكنهم قد يداهن في وقت ما لكن الدستير الحديثة دكتور بصي معذرة يعني راعت النفس البشرية وحرجت على الرئيس أو على المسؤول الكبير في الدولة أن يكون منتميا للحزب وبالتالي فرضت عليه الاستقلال شكلا ومضمونا صحيح لأنه كيف يبيح الاسلام الانتماء في وقت يطلب فيه من العالم أن يكون متجردا صحيح هو المعيار هنا ليس الانتماء المعيار هو هل أنت تحقق المصلحة أم لا هل أنت متفق مع الاشتراع الإسلامية أم لا هل أنت تحقق مصلحة الناس أم لا هل أنت تعامل الناس أمام القانون وأمام الشرع سواء ولا أنك تميز حزبك على الأحزاب الأخرى حزبك وجمعتك لها معاملة خاصة والأحزاب والجماعات الأخرى لها معاملة مختلفة هؤلاء من الدرجة الأولى وهؤلاء من الدرجة الثالثة أو العاشرة هذا يفرئ كثير لو أنا منتمي إلى شيء أو لو أنا رئيس دولة الآن والرئيس منتمي لحزب من الأحزاب أو رئيس حزب من الأحزاب ليس بالضرورة أن ينفصل عن هذا الحزب أو أن يستقيل الأفضل طبعا أن يستقيل ويظل مستقلل لأمة كلها لكن ستظل خلفيته هي خلفية الحزب الذي جاء منه والذي رشحه والذي أوصله إلى هذا المكان لكن المعيار هنا هو هل أنت تعامل الناس سواء أم لا هل أنت توقف عند حدود الله أم لا إذن الاستقلالية في المواقف وفي الأحكام استقلالية في المواقف وفي التصرفات وفي المعاملة مع الناس وتحقيق مصالح الأمة ومقاصد الشر ما الفرق إذا كان هنا فهمت من كلامك أن العالم ينبغي حتى لو انتم فكريا أو سياسيا إلى آخر ينبغي أن يكون مستقلا في فكره وفي أحكامه ومواقفه صحيح حتى من الهوى والمشاعر في هذه المرحلة ما الفرق بين هنا بين العالم وبين القاضي مثلا لا القاضي القاضي لا يجوز له الانتماء يحرم على القاضي أن يكون منتميا أبدا لأن الانتماء سوف يؤثر على حكمه القاضي قاضي فوق الجميع يقضي على هذا وذاك يعني أنت لو منتمي إلى حزب أنا أنتمي إليه وأنا قاضي وهناك رجل ينتمي إلى حزب آخر وأنا أعرف أن الأستاذ جهاد دا معايا في الحزب أو معايا في الجماعة أو في الهيئة أو في الرابطة أو في المؤسسة وهناك رجل آخر تقدم ومن حزب معادي للحزب الذي فيه الأستاذ جهاد وأنا قاضي مع الأستاذ جهاد في نفس الحزب أو في الجماعة إذن أنا سأميل أو يميل هوايا إلى الأستاذ جهاد وربما أحكم له وهو يكون حكم ظالم ويكون أخذت الحق من صاحبه إلى غير صاحبه من هنا علّة تحريم الانتماء من يأخذ بها يأخذ ومن لا يأخذ بها لا يأخذ هناك علماء آخرون إذا أفتني الأستاذ جهاد فتوى الآن الأستاذ جهاد فقيه لو أفتني بفتوى ولم أسترح لها يسعني أن أذهب إلى مفت آخر وأن أسأل عالما آخر أما القاضي إذا حكم في القضية فلابد أن يكون نافذا يعني كيف للعالم ولو اقتربنا من زمانين الحالي أكثر دكتور كيف للعالم أن يبني مساره الاستقلالي في ظل مجتمعات عربية لا يعيش فيها ربما حتى الحجر بعيدا عن الاستقطاب والانتماء طبعا العالم يستطيع أن يبني هذه الاستقلالية من خلال جعل مرجعيته مرجعية واحدة فقط وهي القرآن والسنة فقط لا شيء آخر وتحقيق مصالح المسلمين طبعا وده لا يتعرض مع القرآن والسنة لأن القرآن والسنة والشريعة الإسلامية وكل الشرائع التي سبقت رسالة الإسلام جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاشي والمعاد جميل فأنا كعالم أدور مع الشرر حيث بدور لا أدور والله مع الدولة الفلونية أو مع مجلس التعاون كذا أو مع رابطة كذا أو مع هيئة كذا أو مع جماعة كذا أنا أدور مع الشرع ولا أدور مع أحد مهما خالف أحد هذا الشرع ومهما اتفق أحد مع هذا الشرع فأنا متفق عليه فالمعيار عندي كعالم هو الشرع هل هذا التصرف يوافق الشرع أم يخالفه؟ إذا كان يتفق أهلا وسهلا نبين وجه الاتفاق وندعمه ونؤيده ونهيئ له الساحة ليفعل فعله ويعمل عمله أما إذا كان مخالفا فينبغي الرد عليه وينبغي قهره وقمعه وبيان أوجه فساده ومناحي معارضته لأحكام الشريعة الإسلامية أنا لا أريد أن أحيل البرنامج إلى برنامج فقه وأسألك فيما يتعلق بجوازه من عدمه ولكن من منظور فكري إذا كان العالم أو كثير من العلماء في عصرنا حتى ممن يشهد لهم هم يعملون في إطار حكومي يعني يحصلون على رواتب وعلى هبات من حكومات هل هذا يخضح في الاستقلالية حتى لو كانت مواقفه واضحة؟ الله يحكم على هذا هو تصرفات العالم في المواقف المختلفة لا أستطيع أن أقول بإطلاق أن الذي يتعين في وظيفة حكومية يستطيع أن يكون تبعيا أو مستقلا ولا أن الذي لا يتعين في وظيفة حكومية يكون مستقلا أو تبعيا فلا التعيين معيار للتبعية ولا عدم التعيين معيار للاستقلالية المواقف والتصرفات والفتاوى والأقوال والآراء في المواقف المختلفة وفي المستجدات والنوازل هي التي ستبين ما إذا كان هذا العالم متابعا تموه العز بن عبد السلام كان قاضي القضاء قضاء منصب رسمي قاضي القضاء يعني أعلى سلطة قضائية في الدولة رأس السلطة القضائية في الدولة مع هذا لم يخضع أبدا لا للسلطان ولا للوزراء ولا للحكام أن كان وأن حل سواء كان في الشام أو فلسطين أو مصر أو غير ذلك من الأماكن نعم مع الاختلاف في الزمان والمكان وطبيعة الحكم يعني لدينا فاصل ومثما نعود لاستئناك ما تبقى من الحلقة فاصل أخير ونعود بعده لاستكمال ما تبقى من عمر الحلقة اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد إلى الجزء الثالث والأخير من حلقة مقاصد لهذا اليوم الذي نبحث فيه كيفية تعامل الأمة مع العلماء حينما يقعون في الفتنة وهي الانحراف عن وظيفتهم في بيان الحق دكتور وصفي كثيرا ما نسمع عن مصطلح فتنة العلماء ما المقصود بفتنة العلماء عموما؟ لا حينما يخضع العلم للسلطان أو حينما يسكت عن قول الحق أو حينما يجاري السلطة الظالمة أو الباغية أو القاتلة فهذا يفتن عدة أمور الأمر الأول يشوه رسالة العلماء الأمر الثاني يضل الناس ويضل هو فيصبح الناس في فتنة فلان آل فلان أفتة يعني لما واحد مفتي من المفتين أو عالم من العلماء يمر على مؤسسات عسكرية في دولة من الدول ويفتي هذه المؤسسات بقتل أي معارض لسلطة من السلطات الظالمة الباغية القاتلة فالمجند اللي قاعد في الجيش أو في الشرطة أو في أي جهاز أمني يقول ده عالم فأنا أخذت فتواه وهو باية حمل المسئولية فالعالم إذا ضل وإذا أضل يسيء لسورة العلماء يهدر رسالة العلماء والعلم يخون رسالة العلم التي أمنه الله سبحانه وتعالى عليها يخون مراس النبوة وهو أعظم مراس في هذه البشرية يضل الناس يفتن الناس عن دينهم وطبعا بقى حينما يفعل ذلك يغدق عليه الحاكم الظالم من الهبات والعطايا ما لا يغدق على غيره فتحدث فتنة للعلماء الآخرين أصحاب القوة وأصحاب الاستقلالية فبعضهم طبعا إحنا بشر قد نخضع قد نذهب إلى مذهب هذا العالم الذي أغدق عليه الحاكم الظالم وهذا حصل في التاريخ وهذا حصل في التاريخ وفي الواقع المعاصر حصل أيضا وله شواهد فهذا ما يمكن أن يسمى بفتنة العلماء في مثل هذه الحالة دكتور يعني ما الموقف الذي يعني كيف يعامل العالم إذا وقع في الفتنة في مثل هذه الفتنة كيف يعامل من قبل الأمة هي أصن الأمة بتلفظ أمثال هؤلاء العلماء وإذا رأتهم في أي مكان تنابذهم العداء وتفعل معهم أفعال يعني لا يمكن أن تفعل بواحد عادي من أفراد الأمة وهو نفسه هذا العالم نفسه يكون على يقين بأنه لا يستطيع أن يمشي في الشارع كما يمشي الناس ولا أن يتسوق كما يتسوق الناس ولا أن يأكل في المطاعم وفي الشوارع كما يأكل الناس ولا أن يذهب في مكان إلا وهو مدجج بالسلاح ومحاط بحراسات وبعربات شرطة ودبابات فهو دائما في رعب في هلع في فزع لأنه يعلم أنه ظالم أنه يعني خان الرسالة أنه شوها رسالة العلماء صورة العلماء فتن الناس أفتى بالضلال والإضلال لكن قبل قليل ذكرنا دكتور وصفي بأنه يضل الناس ويفتنهم عن دينهم بمعنى يظهر لهم حقيقة الدين خلاف ما هي عليه يعني هذا يستوجب أن الناس لا تعرف أنه يفتي بخلاف ما موجود في الشريعة كيف يستقيم ما يظهر أنه تناقض في القول هنا مرة أخرى يعني مثلا قبل قليل قلت أن العالم حينما يفتي للناس بخلاف حقيقة الإسلام يضل للناس فإنه يضل للناس لأن الناس لا تعرف حقيقة الإسلام بسبب الجهل الذي استقر عند الناس على مر السنين كيف يلفظ الناس العالم وهم في النهاية لا يعرفون الحقيقة من الخطأ نحن نحن قلنا أن الأمة الإسلامية في مجموعها ليست جاهلة الأمة الإسلامية في مجموعها أمة وعية أمة قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ بين الحق والباطل بين عالم السلطان وعالم القرآن وأنا أضر لك مثل الإمام العز بن عبد السلام في مصر رئيس الوزراء في عصره أو ما يسمى برئيس الوزراء الآن يعني كان رجلا عربيدا كان رجلا فاسدا مفسدا حتى وصلت به الجرأة ووصل به الفساد إلى أنه بنى بناءا فوق مسجد للغناء والموسيقى والرقص والزبر فوق المسجد فالعز بن عبد السلام لما سمع هذا الكلام استشاط غضبا وانتصر لدين الله سبحانه وتعالى وغضبا لهذه الحرمات التي تنتهك إزاي مسجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ويعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في بيوت أدين الله أن ترفع واذكر فيها اسمه كيف يذكر فيها فوقها كمان هذا الله وهذا العبث فالعز بن عبد السلام أصدر فتوى بوجوب هدم هذا البناء فوق المسجد ولما استشعر العز بن عبد السلام بعض السلبية من الشعب أو من الناس قام هو بنفسه وبأولاده وبأهله وقام هو بهدم هذا البناء وبلغ هذا الكلام ومش كده وبس ده أهضر موسوقية رئيس الوزراء هذا وقال إنه لا تقبل شهادته ورقل فاسق وكذا 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 معذرة الدكتور أدركنا الوقت مثل هؤلاء العلماء العز بن عبد السلام وابن تيمية وكذلك إمام أحمد بن حمل هؤلاء كما هو معروف بالتاريخ أمهم حفظ الله الإسلام بهم هل ما زال هذا النفس وهذا المستوى من العلماء موجود في زماننا اليوم لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة سيظل هناك علماء ربانيون وهناك علماء سلطان هؤلاء يقارعون هؤلاء وهؤلاء يبينون للناس والأمة دائما وأبدا ما تلتف خلف العلماء الربانيين الأمة لن تخلو أبدا ولم تخلو ولا تخلو من قائم الله بحجة وهذا القيام بالحجة ينفي عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يبين لناس أحكام الشرع يحقق مقاصد الشرع يلبي مصالح الناس يبين أحكام الشريعة الإسلامية للناس في النوازل والمستجدات ولا يبالي في ذلك أيا كان الواقع وأيا كان المآل وأيا كان السوء الذي سيلحق به ويقول ذلك حسبة لله وقياما بحق العلم ورسالة العلماء نعم هذا الموضوع واسع وشامل وفيه جوانب أخرى تحتاج إلى التغطية لم يدركنا الوقت ولم يسعفنا دكتور أشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور وصفي عاشور أبو زير أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية كل الشكر لكم مشاهدين الكرام على كرام المتابعة في حفظ الله ورعايته